يداً بيد من أجل دعم مرضى السرطان تحت هذا الشعار أقامت وحدة تمكين المرأة في شركة غاز الشمال السوق الخيري الأول في مدينة كاركوك بمحافظة التأميم لدعم مرضى السرطان من الأطفال نحن هذا السوق الخيري فتحت هنا بمساندة شركة غاز الشمال وبمساندة وحدة تمكين المرأة في الشركة هذا السوق الخيرات مالتها تروح إن شاء الله مستشفى سرطان في كاركوك ونتمنى لهم شفاء لكل المرضى سرطان يتدري مرض خطير على كل البشرية فهنا قدر الإمكان ولو حتى مساعدة بسيطة نقدر نتمكن بشراء بعض الأدوية للمرضى ويهدف السوق الخيري لتخفيف الأعباء المادية عن مرضى السرطان وعائلاتهم ودعمهم بالأدوية والاحتياجات الأساسية هدف من هذا الموضوع اللي شاركنا بيه طبعا المرضى ده نشوفهم أكثر شيء اللي دين نشر المريض يعاني من قلة المال أو أهله أو كذلك دعم من الوزارة للجرعة هذا شيء أكيد يعني أن الجرعة ما موجودة أكثر الأطفال والمرضى السرطان ده نشوفهم يعانون من خلوا نقول نقص المادة هذا شيء أساسي من شبنا هذه المبادرة الطيبة حبينا نشارك بيها كشيء عام تقيم شركة غاز الشمال هذا المعرض دعما لمرضى السرطان إحنا شاركنا بهذا المعرض دعما لهذا الشيء ونفضل أنه يشاركون كثير من المواطنين بالأخص المسؤولين في المدينة وشيوخ العشائر ورجال الدين دعما لهذا المشروع وعبر المشاركون في السوق الخيري وزائرون له عن أملهم بتحقيق هدف إقامته المتمثل بجمع مبلغ يلبي متطلبات مرضى السرطان من الأطفال في كركو